اشتركوا في القناة لم يعيشون في خطر دائم ويكافحون من اجل البقاء على قيد الحياة هل ترغبون في مقابلتهم؟ حسنا في هذه القائمة سوف نتعرف على البعض منهم سائق شحنات لمسافات طويلة على رغم من حقيقة ان شمال روسيا هي ارض باردة جدا ولا تبدو مكانا جيدا للعيش فيها الا ان هناك اشخاص يعيشون بشكل دائم هنا ولكن ببساطة لا توجد طرق للوصول لهذه المستوطنات النائية ومن اجل تقديم الاجئة ضرورية للسكان المحليين يتعين على البعض المخاطرة بحياته كل سنة في فصل الصيف يتم تسلم مواد البناء والملابس الخاصة والادوية وما الى ذلك عن طريق الجو ولكن عندما يحل فصل شتاء وتنخفض درجة الحرارة فهم بحاجة الى طريقات اخرى وهنا ياتي سائقون من مسافات طويلة وهم ينقلون البضاء حتى اقصى زوايا الشمال الروسي ويجر بالقول انه من غير المراجح يطلق على عملهم روتين ممل لانه عندما تطار الى ركوب جحنة ضخمة على الجليد فانه ينهار حرفيا وتصبح الاطارات غريقة في الماء الجليدي وفي بعض الاحيان يصل الماء الى مقصورة القيادة وكل هذا يحدث بينما يسقط المطر في الخارج والدرجة الحرارة تقل عن خمسون درجة مئوية وليس هناك احد حول السائق يمكن ان يساعده في حالة طوارئ واذا حدث خطأ ما اثنى نقل الشحنة فسوف يتعين على السائقين انتظار عمل الانقاذ لفترة طويلة جدا وليس هناك ما يضمن انهم سوف يكونون قادرين على الوصول اليهم على الاطلاق وليس هناك سوى الصمت الجليدي فقط من حولهم ولكن رغم ذلك فان هؤلاء السائقين شجعان لا يشكون من عملهم هذا عمال مزرعة ثعابين يحاول معظم الناس الابتعاد عن الثعابين الى اقصى حد ممكن وحتى لو لم تكن هذه المخلوقات تسمى فربما يملكون غريزة بداية وعلى اي حال بسثناء اصحاب هذه المخلوقات يعاملهم الناس بحظر شديد وهذا وسبب في انهم من الغريب حقا مشاهدة عمال مزرعة ثعابين الموجودون في قرية كورتيس في اندونونسيا انهم يمسكون الثعابين بهدوء بايدهم المجرد ويعاملون هذه المخلوقات الخطيرة الزاحفة مثل القطط الاليفة حيث يستمرون في العمل حتى يحصلون على حقيبة كاملة من الثعابين وفي هذه الحالة حتى الكبرى نفسها المسؤولة عن وفاة العديد من الناس لا تجعل هؤلاء العمال قالقين او خايفين انهم كل يوم يتعاملون فيه مع مئات ثعابين حتى تتم معالجتهم لحصول على جلد الثعابين الباهض الثمن هنا يتم غسل الجلد وسبغه وتجفيفه ومن الضروري الحفاظ عليه من التعافن وتدهور وقبل ان يدخل حيز الانتاج يحصل العاملون مقابل حقيبة من جلود ثعابين الجاهزة من خمسة عشر الى ثلاثين دولارا ويعتقدون انه من اجل هذه الاموال لا باس في المخاطرة بحياتهم على الاقل في اندونوسيا عمال مناجم الكبريت يعد بوركان ويغين الواقع في منطقة جاوى الشرقية باندونوسيا احد اكثر الاماكين جاذبية وخطورة على سطح الارض حيث يقع البركان على ارتفاع حوالي 2400 مترا فوق مستوى سطح البحر ودخل فتحاته ربما تكون هناك اغرب واكثر بحيرات مخيفة ذات اللون الازرق الزمرودي الجميل هل تريد السباحات فيها؟ حسنا ربما لا ينبغي عليك فعل ذلك لان لون الماء الزمرودي الجميل هو مزيج من حامض الكبريتيك والهيدروكلوريك وتتجاوز درجة حرارة الماء ستون درجة وبالاضافة لذلك فينا ايغين هو بركان نشط يخرج باستمرار غيوما من دخان الكبريت وفي واحدة من فواهاته يمكنك مواجهة حريق ازرق جميل بشكل لا يصدق وهي غازات بركانية زرقاء قادمة للسطحة وبشكل عام هذه اماكن جميلة جدا ولكن الاشخاص الذين يعملون هنا بالتأكيد لا يهتمون بالجمال لانهم يستخلصون الكبريت ويفعلون ذلك يدويا دون لباس واق ولا عديد منهم يعملون بدون اقنع فهم يكسرون قطع الكبريت ويضعونهم في سلتين ويحملونهم على اكتافهم من اعلى الحفرة على بعد مئتين متر ثم النزول على بعد ثلاثة كيلومترات الى سطح البركان عندما يصلون الى القرية يحصلون على مكافأة مقابل العمل الذي انجزوها ويمكن ان يصل وزن هذه السلات الى تسعون كيلو جراما وعادة ما تسارق الرحلة مرتين في اليوم والمشكلة ليست فقط في ممارسة الرياضة البدنية المرهقة بل تكمن في قطع الكبريت الخطيرة جدا وبسبب الاتصال المستمر مع هذا الكبريت فان العديد من عمال المناجم يبدون اكبر من سنهم ومتواسط العمر المتوقع لدى هؤلاء العمال هو حوالي 47 عام فقط ويعتبر الكبريت الذي يستخرجونه مفيدا في مختلف العمليات الصناعية صياد العصار العصير هي واحدة من اكثر ظواهر طبيعية عنفا حيث يمكن ان تصل سرعة الرياح الى 480 كم في الساعة ويمكن للعصار بسهولة رمي سيارة او بقرة في الهواء وتدمير المباني وخلق حالة من الفوضى في كل مكان ان فكرة الاقتراب من العصار تبدو مجنونة ولكن هناك الاشخاص الذين يفعلون ذلك بشكل احترافي ويتقذون رواتبا جيدة مقابل ذلك هؤلاء الاشخاص يطلق عليهم اسم سياد العصير الذين يستكشفون الطقس وغالبا ما يطاردون هذه الاشياء لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو الرائعة وبالطبع يساحب هذا العمل مخاطرة كبيرة ولذلك لا يستخدم السيادون سيارة الدفع الربعي العادية في حسب بل يستخدمون ايضا سيارات مصفحة خاصة ويجهز سياد العصير سياراتهم ببعض المعيدات الغريبة مثل رادارات الخاصة التي تساعدهم في اكتشاف موقع عصار خطير جديد وبالي يمكنهم القيادة مباشرة اليه في الوقت المناسب للحصول على بعض الصور ومقاطع الفيديو الرائعة ولكن لا تظن ان سايد العصار يستطيعون دائما اللحق بهذه الظاهرة الطبيعية الخطيرة وبما ان الطبيعة لا يمكن التنبو بها الى حد ما فان الامر يسارق احيانا اكثر من يوم واحد للقيادة على الطرق المظلمة لتحقيق ما يريدونها محارب المالاريا اسم هذا الرجل هو بارتنويل وهو يدرس البعض منذ 22 عاما ولكن الامر لا يعني ان بارت من مشجع هذه الحشرات الممتصة للدماء بل هو يعرف جيدا ان البعض حامل لمرض المالاريا وهو مرض خطير انتشر في بداية القرن الحادي والعشرين وكانت حالات الاصابة بالمالاريا ما بين 350 الى 500 مليون في السنة منها ما بين 1.3 الى 3 ملايين حالة الوفاة ولذلك فهي مشكلة حقيقية للبشرية اليوم وحتى الاطفال من سن الخمس سنوات يمكنهم الإصابة بهذه العدوى ولإيجاد طريقة للحماية من هذه الحشرات الخطيرة يجب دراسة سلوكهم والمساهمة في مكافحة المالاريا بارت لا يكتب المقالات في المجلات العلمية فقط بل يناقش مع زملائه مصطلحات مختلفة غير مفهومة حيث يطعم البعوض من دمه لدرجة يبدو كانوا مصاص دماء وبالتالي منظر مواصلة البحث ومراقبة سلوكهم وفي نهاية تعلم بارت كيف يتحكم في هذه الحشرات وهو يسعى بالطبع وراء هدف النبيل ولكن عندما تنظر إلى كيفية قيام العشرات من البعوض في وقت واحد بامتصاص دمه من الطبيعين تفكر في الآثار التي يتركونها عليها ولتحقيق مثل هذا العمل يحتاج المرء ليس فقط يكون محترفا في هذا المجال فحسب بل يجب أن يكون لديه أيضا أعصاب قوية جدا ترجمة نانسي قنقر